كل مشاهدي ومتابعي قناة الالف في كل مكان وكواليس خاصة ليه وبروات العودة الاهلي وصان داونس في بيروتوريا ورب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الالف في هذه المباراة أنا معي بقى النجم نجوم النادي الالي الحقيقة كابتا محمد شريف برحب بيك طبعا في البداية وموفق دايما ويعني كلنا بنتمنى لك التوفيق جمهور النادي الالي بيساند وبيدعم الفرقة بشكل عام وبشكل شخص الحقيقة بيدعمك كابتا شريف على أدائك المميز حابب تقول لي في البداية عالدعم المسندة لجمهور النادي الالي طبعا بشكر جميع النادي الالي طبعا على الصقر إن هم بيدوها للواحد الواحد بيحاول يكتد وبيحاول يعمل عليه عشان يسعد الناس دي وإن شاء الله يكون عند حصنا زيناهم بإذن الله قراءة اللي دخل فيها ممكن الحرس المرمى لصان داونس ممكن أثرت بشكل كبير جدا وشوفنا كمان كابتا شريف الكادمة القوية جدا الرجولة والإصرار والعزيمة وشخصية النادي الاهلي يبان في المواقف دي مهما كانت الكادمة ومهما كانت القوة مهما كانت الكلام لكن راجل في الملعب شريف قول لي كوليس اللعبة دي بالذات لأنك تلعب خطر جدا ممكن أنا ما شفتوش أنا كنت برجع بداري لقيت حاجة كده جمدة جدا دخلت فيها أنا المواقف ساعتها تعبني جدا حاسيت لأنا في حاجة غلط بس الحمد لله الواحد حاول يدوس على نفسه شوية ويكمل الماتشة بخطر الفرقة يعني وكده والحمد لله مش مهم كان شريف حصالها مهم اللي احنا كسبنا 2-0 وعملنا جيم كويس بالنسبة للي انت مضغوط جدا في الماتشات الفترة الأخيرة فان انت بتكسب 2-0 ده وبفرقة كبيرة زي فريزان دون طبعا احنا لسه مساعدناش ان شاء الله الماتش بتاع بيروتوريا ده نتلعب بنتيجة إيجابية ونقدر نسعد ان شاء الله أنا عارف امكين خلاص انتهي التسعين ديه ولسه فقد التسعين ديه والتسعين ديه التاني هي بتكون الأصعب مدى تركيز اللعيبا الهولي كلامكم مع بعض ازاي كبير شريف كمان الجهاز الفني بيتكلم معاكو ازاي ودوافعكو ازاي لهذه المبارا احنا كالعيبة احنا قولنا يا جماعة احنا حتى بعد الماتش تكلمنا جوه احنا جماعة لسه عملاش حاجة احنا لسه ده شوت في شوت تاني في جنوب أفريقيا ان شاء الله نركز فيه ونطلع بنتيجة إيجابية ونبقى شكلنا كويس مش اللي انت رايح تخسر 1-0 ولا تخسر 2-1 ولا الكلام ده لا احنا راحين نعمل نتيجة إيجابية ونلعب باسمه وشخصية النادي الآهلي وان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله بكون فيها مزيد من البطارات والمنصارات بإذن الله دعمه المساندة من جمهور النادي الآهلي ده هدف بالنسبان لان الفترة اللي جاية تلاحهم كبير للمباريات وخلاص البطولة بتقرب وعندنا بطولة السوبر كمان فمطلوب اي من الجمهور دعمه المساندة لفترة اللي جاية كابشرية أكيد طبعاً محتاجين دعم الجمهور جداً ده أقدر لعبنا ده ليه بلعب في كاس وبطولة مش بتلعب في بطولة واحدة بس انت لسه خارج من سوبر وعندك لسه خارج من كاس عامل عندية وكاس مصر وبطول الدوري وأفريكا لسه خلصانة اللي هالي فتلعب بطولات كتر جداً وضغط المتشاط كده يعني كفاية ضغط الدور اللي انت خطوا الفترة الأخيرة دي فإن شاء الله نكون عند حصن ظنهم وإن شاء الله كمان بعد ماتش بطولة ان شاء الله نسعد ونروح نلعب السوبر في كتر وبإذن الله نغدو بإذن الله